الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين علي اشهد ان مولانا اشهد ان مولانا الله اشهد ان مولانا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والله محمد والله ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب صدق الله العلي العظيم على ابواب شهر رمضان جاء خطب النبي صلى الله عليه وآله خطبة عظيمة الكثير من المؤمنين يحفظون مقاطع من هذه الخطبة الشريفة في بدايات هذه الخطبة قال النبي صلى الله عليه وآله فاسألوا الله فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة الكلمة التالية ما هي الكلمة التالية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المقطع من الخطبة الشريفة قال وقلوب طاهرة قبيل شهر رمضان المؤمنون يستعدون أولا استعداد مظهري المظهر له قيمة نعم له قيمة المظهر إذا لم يكن فيه شيء مبغوظ من إسراف من إسراف من شيء مكروه المظهر لشيء حسن يأخذ من حسن ذلك الشيء المظاهر مهمة نعم مهمة مظهر فرصة عبادة استثنائية هذا المظهر له قيمة المظاهر تؤثر على الأطفال على تربية الأطفال على توجيههم أكبر تأثير تؤثر حتى على الكبار المظاهر تؤثر حتى على الشخص نفسه الذي يقوم بهذه المظاهر ثانيا الاستعداد النفسي بالدعاء بالتأمل التفكر ثالثا وشاهدنا وحديثنا عن هذه النقطة الاستعداد القلبي تطهير القلب كلمة تطهير المستفادة من كلمة النبي صلى الله عليه وآله وقلوب طاهرة خذ الكلمة على معناها اللغوي التطهير التطهير يعني ماذا؟ يعني توجد أوساخ هذه الأوساخ تزيلها تغسل القلب من الأوساخ تراكمات تراكمات الوسخ الواحد الصغير غير اللاصق يحتاج في إزالته إلى شيء فكيف إذا تراكمت الأوساخ على مكان والوسخ كان لاصقا التطهير التنظيف الغسل يحتاج إلى مواد تزيل من اللصق في هذه الأوساخ ثم تزيل الأوساخ من حسن اللطفة من الله حسب تعبير الناس من حسن الحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل المنظفات المطهرات للقلب كثيرة نعمة عظيمة جداً من جملة المطهرات للقلب للقلب البكاء البكاء من خشية الله البكاء حباً لله البكاء على مصائب المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه البكاء البكاء الحسن من جملة المنظفات المطهرات للقلب هذا جداً مهم مخالفة النفس نحن نخالف النفس أتجنب المحرمات هذه مخالفة النفس أتجنب بعض المكروهات هذه مخالفة للنفس نعم صحيح عظيم لا يستصغر هذا الفعل هذا العمل ولكن المشكلة أن مخالفة النفس تأتي مع إطاعة النفس هي النفس لو أن الشخص لا يطيعها نهائياً تضغط فكيف إذا أطعها في بعض الجوانب قوة ضغطة مخالفة النفس التي هي عندنا لا تكفي حسنة مهمة مؤثرة ولكن ولكن كيف تجتمع الأوساخ على القلب تجتمع بإطاعة النفس في أمور والعياذ بالله محرمة في أمور مكروهة فنحتاج إلى المزيد من مخالفة النفس أحياناً أحياناً لا أريد أن أقوله على نحو الأطلاق أحياناً يحتاج الإنسان إلى مخالفة النفس حتى في المباحات عندما النفس تقوى أنت يلزم أن تحاربها بأي حربة بأي سلاح تتمكن منها فكيف بالحرام والمكروه؟ ومن حسن نعم الله عبر من حسن الحظ أن النفس كما أنها قوة ضاغطة سيئة شريرة داخلية النفس تضعف بمخالفتها بسرعة يعني بحدة المرة خصوصاً في الأمور التي تعود الإنسان عليها والعياذ بالله هذه أخطر الأمور الأمور السيئة التي تعود الإنسان عليها المخالفة المخالفة للنفس في أمر تعودت النفس أن تأمر وأنت تطيعها عودتها على الإطاعة في ذلك الأمر خالف نفسك مرة واحدة طبعاً بصعوبة المشكلة أن مخالفة النفس صعبة في المرة الثانية لا أقول المرات التالية في المرة الثانية تجد هذه الصعوبة تقل إلى نسبة مثلاً خمسين بالمئة النفس تضعف في المجال الذي تخالفها فيه بحدة هكذا لا تنزل هكذا تنزل جربوا في المرة الأولى تخالف نفسك شيء صعب ركز في المرة الثانية تخالف نفسك تجد أن تلك القوة الضاغطة عليك لماذا خالفت نفسك تلك القوة ضعفت النفس تقول لك لماذا خالفت نفسك ولكن هذه المرة صوتها خافد في المرة الثالثة هكذا ثالثاً التغيير في الصورة والتغيير في المرحلة أنت جسمك يحتاج إلى طعام يحتاج إلى اللحم مثلاً لا تستغني عن اللحم تتفنن في هذا الطعام الذي يدخل إلى جوفك يعني في كل مرة تجعل شكل الطعام مختلفاً طبخة اللحم تكون مختلفة حتى طريقة عرض هذا الطعام تكون مختلفة في كل مرة نفس الشكل؟ لا تغيير نفس الطبخة؟ لا تغيير الشيء الذي يحتاج إليه الإنسان لجسمه يغير فيه الشيء الذي يحتاج الإنسان لروحه يحتاج إلى تغيير أيضاً في المضمون؟ لا في الشكل أيضاً في المرحلة التغيير في المرحلة حتماً رأيتم كثيراً كثيراً ممن حولكم في مجال التعلم هذا موجود جداً شائع جداً جداً لعلي أقول أكثر الناس هكذا يتعلم 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 يصل إلى مرحلة يقف خلاص أليس أكثر الناس هكذا؟ في أي مجال؟ يقف عند مرحلة كلامي ليس عن التعلم يتدرب لقوة جسمه يتدرب يتدرب يصل إلى درجة من القوة يقف وقس على ذلك فعل له وتفعل له عامة مجالات الحياة هكذا الإنسان يصعد 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 ثم يقف الأمور الروحية إذا الإنسان توقف في مرحلة معينة معنى ذلك أن بقية حياته تلف أنه لا معنى لحياة هذا الشخص هذا الشخص إذا يموت أو يبقى حياً لا فرق الأمور الروحية هكذا الأمور الروحية تحتاج إلى أن يرتقي الإنسان إلى آخر لحظة من حياته أقول إن شاء الله هذه المشكلة ليست مشكلة أكثر المؤمنين إن شاء الله ليست المشكلة ولكن هي مشكلة بعض المؤمنين يصعد إلى حد معين يقف عند هذا الحد إذن بقية حياتي ما هي لماذا أنا عائش لماذا الله عز وجل أعطاني بقية هذه الحياة خلص توقفت امتحان بلغت في هذا الامتحان إلى هذه الدرجة خلص في شهر رمضان التكرار شيء سيء أبداً التكرار شيء ضروري هذا حديث منفصل هذا يحتاج إلى موضوع كامل أهمية التكرار الله عز وجل أمر أن نصلي في كل يوم خمس مرات تكرار في كل يوم أمر أن نصوم في كل سنة في شهر رمضان في كل سنة تكرار هذا الواجبات كثير منها تتكرر المستحبات كثير منها تتكرر أن المطلوب من الإنسان التكرار التكرار شيء حسن لا استصغاراً بالتكرار ولكن لماذا المرحلة التالية لا أخطوها في هذا التكرار يعني صلاتي قبل عشرين سنة وصلاتي الآن نفس الشكل نفس الشكل يعني في نفس المرحلة من التوجه في نفس المرحلة من التقرب إلى الله عز وجل هذا خطأ في كل سنة نقرأ القرآن في شهر رمضان خصوصاً قراءة للقرآن في هذه السنة تقريباً بعض المؤمنين مثل قراءة للقرآن في السنة الماضية قراءة القرآن لها قيمة بأي شكل كانت ولكن لماذا الإنسان لا يرتقي شكل مرحلة عملي لا الشكل فقط مرحلة عملي نفس المرحلة لا أتمكن نعم أتمكن ود لي على ذلك من تمكن من تمكن كان مثلي بالضبط لا لعلي أمتلك قدرات أكثر منه إخواني هؤلاء الأتقياء هؤلاء العظماء من المؤمنين كيف صاروا عظماء جبرئين نزل عليهم لا كانوا بظروف مثل ظروفنا كانوا أناس غير معصومين مثلنا سمعتم حتماً قصص البعض الذي كان بعيداً أصلاً ولكن جاء وتقدم على كثير مننا إذن ممكن إذن المشكلة ليست مشكلة ذاتية المشكلة مشكلة هنبلية مشكلة التكاسل مشكلة انشغال بالتوافح مشكلة التركيز على التوافح التغيير التغيير في المرحلة التغيير هو من المطهرات مطهرات القلب هو نفس التغيير شكل العمل الصالح عندما يتغير يؤثر تأثيراً إضافياً في التطهير ناهيك عن أنه إذا المرحلة تغيرت بقية الحديث ننقله إلى فرصة أخرى أقرأ لكم ثلاثة مقاطع من ثلاثة أحاديث شريفة الحديث الشريف الأول قبل أن أنقل لكم هذا الحديث الشريف بعض المؤمنين لا يهتم بالرقي خلاص اكتفى بمرحلته هذا هو حياته لا معنى لها بقاء هذا الشخص في الدنيا لا معنى له يعني هو صنع من نفسه هكذا شيء هذه فئة فئة ثانية من المؤمنين خلاف الفئة الأولى تماماً 180 درجة من ذلك الصغر الفئة التي تهتم اهتماماً بالغاً بالرقي إنها ترتقي تصعد تهتم وتعمل هنيئاً ثم هنيئاً ثم هنيئاً لهؤلاء هذه الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة التي تهتم بالرقي يهمها أن تصعد أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أفضل ولكن مشكلتها شباكو إبليس التسويف سوف بعدين إن شاء الله اليوم هذه الساعة أخذ راحتي في الغضب أسوب أشتم من دون حدود شرعية المرة التالية أضبط غضبي أكظم غيظي تسويف هذا الحديث الشريف عن الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه لهؤلاء خصوصاً عن شهر رمضان الحديث يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقطع من حديث له حديث جداً جميل والمعادلة واضحة يقول صلوات الله عليه من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له هذا الذي لا يعرف أن يستفيد من الفرص الذهبية هذا الشخص الذي لا يعرف أن يستثمر هذا الشيء المنتشر أن يحصل من هذا الشيء الذي يوجد في كل مكان هذا الشخص يتمكن أن يستفيد ويستثمر فرص ثانية طبعاً لا الذي لا يتمكن أن يحصل على مال في أماكن المال المتشر منتشر في الشارع هذا الشخص في قرية لا توجد إلا أموال قليلة يتمكن أن يكون إنساناً ثرياً حتماً لا المعادلة جداً واضحة الغفران في شهر رمضان بالشارع بأبسط الأمور تتمكن أن تحصل على الغفران الشخص الذي لا يتمكن في هذه الفرصة أن يحصل على الغفران يتمكن في فرصة ثانية أن يحصل طبعاً كشهر قصدنا الرواية عن الأشهر شهر رمضان كشهر لا نظير له من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له حديث شريف ثاني هذا الحديث الشريف ورد في الكافي بسند صحيح على الأصاح في التهذيب أيضاً في مصادر أخرى أيضاً صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لجابر بن عبد الله بل ما هو الباء قد يقول لجابر الجعفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لجابر بن عبد الله يا جابر هذا شهر رمضان من صنع خمسة أشياء أولاً من صام نهاره نسأل الله سبحانه وتعالى العافية لجميع المؤمنين الذي لا يتمكن من الصيام لعذره نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ثواب الصائمين وأن يجعل آثار الصيام وأكثر من ذلك له حسرة تبقى في قلوب بعض المؤمنين لا يتمكن أن يصوم الله عز وجل نسأله أن يعوضه من صام نهاره وقام ورداً من ليله ثالثاً وعف بطنه رابعاً وفرجه يعني وعف فرجه خامساً وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر عندما يخرج من الشهر يخرج من ذنوبه هكذا خلص ينسلخ ذنوبه تذهب فقال جابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث حديث كم هو حسن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر وما أشد هذه الشروط نعم الحديث حديث حسن شيء رائع ولكن هذه الشروط لعلي أقول لعلي ربما يعني كلام النبي صلى الله عليه وآله ما أشد هذه الشروط الناس يعتبرون هذه الشروط شديدة عليهم على لسان حال الناس كثير من الناس يستصعب الحديث الشريف الثالث والأخير مقطع طبعا من حديث شريف مقطع قصير نصف ساطر ربما أقل من نصف ساطر حقا يستحق هذا المقطع من الحديث الشريف أن يجعله الإنسان لافته في شهر رمضان يجعل هذه الكلمة في الصفحة الرئيسية في هذه الأجهزة يكتب هذا المقطع من الحديث الشريف يجعله في مكان ينظر عليه مرارا على طاولته على مكان يتردد عليه كثيرا حديث جدا جدا جميل ومعناه عظيم الحديث عن الأمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أربع كلمات خمس كلمات يقوله صلوات الله عليه في مقطع من حديث شريف وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارُ الصِّيَامُ 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 لَهُ وَقَارُ الصِّيَامُ لَهُ حُرْمَةُ أنت في الوضع العادي من الممكن أن تتكلم بأي كلام ولكن عند شخصية لا تتكلم بأي كلام تكون وقورا تحافظ على وقارك في الأماكن العادية نعمل أي عمل في المسجد لا نعمل أي عمل المسجد له وقار له حرمة في الحسينية لا نعمل أي عمل الحسينية مكان مسمى باسم الإمام السيد الشهداء عليه الصلاة والسلام له حرمة كثير 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 من المؤمنين ربما ملابسهم تختلف في الأماكن العادية مع ملابسهم في الحسينية عندما يريد أن يذهب إلى الحسينية لا يذهب بالملابس العادية يذهب بملابس فيها نوع احترام حتى الملابس هذا المكان له حرمة هذا المكان له وقار إخواني الصِّيَام له وقار في حال الصِّيَام أتكلم كما أتكلم في غير حال الصِّيَام لا هذا خطأ عبارة جدا جميلة استخدام كلمة الوقار وليكن لعله أربع كلمات وخمس كلمات وليكن عليك وقار الصيام وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل عواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات سيدنا ومولانا بقية الله الأعظم أن يجعل بقيته هذا الشهر شهر شعبان مباركة طيبة وأن يدخلنا إلى شهر رمضان بعافية ديننا بطهارة قلوبنا بصدقينياتنا وأن يخرجنا من شهر رمضان بغفران الذنوب بقبول الطاعات والأعمال اللهم بحقه بحق بقية الله بآبائه الطاهرين أتم الفرحة على قلوبهم بفرج مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن المهدية من آل محمد اشتركوا في القناة